خلينا نتابع تقرير للزميل تيموثي إيهاب واللي بيلخص فيه جولته في معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ افتتاحه أول أمس وحتى اليوم نتابع زوار من مختلف الخلفيات والأعمار واحتفالات تشبه العيد لمحبي القراءة إنها النسخة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب نسخة العام الفين واربع وعشرين صلاة العرضي الأربع امتلأت بالجمهور منذ الساعات الأولى لفتح أبواب المعرض للزوار هذه الصلاة التي تستقبل الجمهور على مدار 11 ساعة في أيام الأسبوع و12 ساعة في أيام عطلة نهاية الأسبوع وتستمر في استقبال الجمهور منذ الخامس والعشرين من يناير وحتى السادس من شهر فبراير هذه الصلاة التي تضم 1200 ناشر ومن 70 دولة على مستوى العالم أهمية المعرض بالنسبة للقراءة بيخلي الناس كلها تقدر تشتري الكتب المجال اللي هي حباه الحاجة اللي هي حباه بينمي القدرات وبينمي المجتمع أنا شايفي الهرية بتنمي المجتمع عموما هذه حاليا هي التجربة الثالثة لنا في معرض القاهرة بحيث أننا لا نشارك عن طريق وكالة ولكن نشارك بشكل مباشر معرض القاهرة هو من أعرق المعارض العربية ونحن نحرص على المشاركة في هذا المعرض ليس فقط من الجانب المادي ولكن أيضا من جانب التواصل مع القارئ المصري وهو قارئ مطلق وقارئ لديه اهتمامات في مختلف المجالات الثقافية والأدبية أول أجواء بتاعته بتبقى حلوة يعني واحد بيستنى بصراحة من السنة للسنة عشان خطر يجي يعني أنا بجيب منه كتب أنا أساسا بجيب كتب علمية وكده بتقعد معي السنة كلها وبتنفعني كمان في مذاكرة بنتي كتير قوي وفي موسوعات حلوة قوي بتبقى مجموعات موسوعات في حاجات بتبقى نقصة أنا بنكملها كل سنة الكتاب هو بطل المعرض والذي يحتلوا مكانه في صلاة العرض ولكن بين هذه الصلاة بين صلتين واحد واثنين يوجد بلازا واحد التي تحوي عددا من القاعات وكذلك تماثلها بلازا اثنين بين صلتين ثلاثة وأربعة والتين تشهدان يعني عددا من الفعاليات الثقافية من ندوات وحفلات شعرية حفلات توقيع كل هذه الفعاليات التي تقام على هامش المعرض والتي يزورها زوار المعرض ويهتمون بما تقدمه وتناقشه من موضوعات ثم يستأنفون بعد ذلك زيارتهم للمعرض بين الكتب في الصلاة والله هي حاجة مشرفة جدا صراحة وأولا النظام كويس جدا الدنيا متنظمة وكل حاجة متسهلة لنا وكمان الموضوع يعني بيعرف لنا فاتح الأفق جدا لنا يعني كل حاجة أدرة تفهمنا الكتاب ده بيشرح عن إيه يعني كل الندوات كمان بتشرح كل حاجة الكتاب وكل كاتب جاي بيتكلم عن الكتاب بتاعه فبصراحة حاجة حلوة جدا وكلنا جايين نفهم ونستوعب وفتحوا دماغنا بصراحة وفي نهاية جولته بالمعرض أو منتصفها يستطيع الزائر أن يستمتع بالخدمات التي تقدم خارج الصلاة والبلازات من عروض فنية وكذلك من مأكلات ومشروبات تقدمها عدد من المطاعم والعلامات التجارية هنا في أرض المعارض بمركز مصر للمعارض الدولية لتتكامل بذلك تجربة معرض القاهرة الدولية للكتاب وتصبح إنجاز التعبير نزهة متكاملة ومثالية على مدار أسبوعين للقارئ المصري والعربي وكل الزوار تيموثي إيهاب إكسترانيوز